السلام عليكم واهلا بك يا صديقي في فيديو جديد فيديو تحفيزي شوية لكنه مهم مهم في انه هيخليك تحقق اهدافك وهيخليك تحقق الحاجات اللي انت بتفكر فيها وعايز توصل لها. ازاي? هقول لك لكن بعد الفاصل اهلا بك انا جاي اكلمك عن تجربة شخصية او جاي اقول لك على الطرق اللي انا بستخدمها في انه حق اللي انا عايزه ويوصل اللي انا عايزه تمام? اول حاجة واخر حاجة هي حاجة واحدة بس هي انك تكتب الاهداف بتاعك او تكتب اللي انت عايز انك توصله ليه? علشان حاجتين اول حاجة ان انت لما بتكتب الحاجة بيكون لها وجود فعلي حقيقي تاني حاجة ان انت لما بتكتب الحاجة بتزود من فرص تحقيقي الحاجة دي انا جاي بقول لك كده وخلاص لا انا جاي اقول لك من تجربتي الشخصية لما بكتب الاهداف اللي انا عايز ان احققها حتى لو مش هراجعها ودي مهمة قوي النقطة دي مهمة جدا لان بعض الناس اللي لما بتيجي تقول لها اكتب الاهداف بتاعتك يقول لك يا عمي انا كده كده مش براجع الاهداف بتاعتي او انا كده كده بنس انا انكتبتها فين يا عمي مش مهم اكتبها برضو انت لما بتكتب بايدك بتفعل اكتر من حاسة في ان هي تتوجه نحو الاهداف ديت مخك لا واعي لا واعي وانت نايم او انت بتعمل اي حاجة بيبقى عامل بالاهداف ديت بيبقى عامل اتصال بها نوعا ما بيخليك انت اي حاجة بتعملها هو عايز فعلا هو عايز فعلا ان هو يوصل للحاجة اللي انت كتبتها ويحقق بتاعه اللي هو انت خليت لي وجود فعلي الحاجة طول ما هي في ذهنك مش هتتحقق او مش هيكون لها وجود فعلي الى ان يتم تحقيقها لما تتحقق يبقى لها وجود فعلي لكن انت بمجاور انك تكتب الحاجة اللي انت عايز وصلها. تكتب الهدف بتاعك. تكتب ايا كان التارجت اللي انت عايز تحققه. فالحاجة ديت او الكتابة بس في حد ذاتها حتى لو مش هراجع بتخليك توصل للحاجة ديت او بتخليك تحقق الحاجة دي. طبعا لو بتتتبع او لو بتتراك الحاجة اللي انت كتبتها فطبعا هتتتحقق بصورة اسرع. وهتحقق بصورة افضل. وهتكون حد منظم. لكن حتى لو ما بتتتبعهاش. وحتى لو مش هتبص لها تاني. كتابتك ليها فقط في بداية المشوار بتاعك بيتزود من فرص تحقيق الحاجة ديت. ودوت عن تجربة شخصيا انا واحد من الناس كتبت اهداف السنة بتاع الثلاثة وعشرين. في بداية السنة. كانوا تلات اهداف. اخر هدف. تخيل عافية انا ما راجعتش على الاهداف دي ولا مرة خلال السنة. لكن اول هدفين تحققه. ويتالت هدف او الاخير. تخيل كانت تحقق يوم كام? تحقق يوم تمانية وعشرين اتناشر الفين تلاتة وعشرين. قبل ما السنة تخلص بيومين بالزبط. قبل ما السنة تخلص بيومين الهدف تحقق. وهو اني كنت عايز اكون شغال في جهة بشهادتي المعتمدة في مجال التدريب. لكن الفكرة كلها. الفكرة كلها انت ما بتكتب اهدافك قدامك وبتحطها. اه التوجه الحياة بتاعك عموما توجه الروتين بتاعك عموما كل يوم انت بتقوم تعمل تاسكس او بتعمل مهام ايا كانت المهام دي رايح اجيب كزا بلعض الزاكر حاجة معينة. وقت الفراغ بتاعك كل الحاجات دي كلها بتتتجند وبتيتم تسخرها لتحقيق الهدف دوت او لتحقيق الحاجة اللي انت كتبتها لان هي بقى لها وجود فعلي. فدوه بيزود من فرص تحقيقها. بس كده يا صديقي بيدوه كل اللي كنت عايز اففض معك به في الفيديو القصير دوت. هتمنى انت تكون استفدت فعلا من الفيديو دوت. يا ريت لو حد من زمالك بيفقى في كتابة حاجة ومش عايز ان هو يكتبها علشان ما مش بيتتطبعها او فاكر ان هو بكتبها زي ما كتباش ريت تشارك مع الفيديو. اشوفك ان شاء الله في الفيديو القادم فعشان كده فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديو اول ما ينزل. اشوفك فيديو جديد ان شاء الله وما توفيقه الا بالله عليه تبكالته والله اونيب. السلام وعليكم.